كنت أصور لنحو ساعة قبل أن يتوقف كل شيء فجأة بعدها توجهت سيارة إلى المدرج وهناك رأيت إيوزة جالسة ولم تأبه بالسيارة ثم خرج رجل من السيارة وحاول بشكل مضحك أن يخيفها لتبتعد لكنه لم ينجح وابتعدت الإيوزة لمسافة قليلة في الواقع بدى الرجل خائفا من الطائر أكثر مما كان الطائر خائفا منه وفي لحظة ما كادت السيارة أن تصطدم بالإيوزة لكنها تحركت بهدوء بعيدا عنها وكان منظرا مضحكا هذه المطاردة أدت إلى تكون صف من الطائرات على المدرج بانتظار التخلص من الإيوزة وبعد نحو ربع ساعة من مطاردة الإيوزة تطلب الأمر أربعة رجال لإمساك بها وإبعادها عن المدرج وجود الطيور في المطارات أمر طبيعي لقربها من المناطق الطبيعية وهي تشكل خطورة على الملاحة الجوية أنا لم أرى مثل هذه الحادثة من قبل ولكن أعتقد أنهم عالجوا الأمر بصورة صحيحة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة